متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان أهلا بحضراتكم في تخطية جديدة سنتابع فيها مع حضراتكم تفاصيل تطورات الحالة الصحية للإعلام الكبير وائل الإبراشي بعد فترة طويلة من المعاناة مع أثار إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر من العام الماضي الحياة أن الخبر في هذه المرة سعيد ومفرح الحمد لله تحسنت صحة الإعلام الكبير وائل الإبراشي مقدم برنامج التسع على شاشة التلفزيون المصري وذلك بعد تعافي من تأثيرات فيروس كورونا قال الإبراشي في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الله منع لي بالشفاء من الأعراب الصعبة بشكر كل من اطمئن علي معلنا أنه سيعود قريبا إلى عمله بعد تمام شفائه طبعا يعني الإعلام الكبير روائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر من العام الماضي وتماثل للشفاء تماما من فيروس كورونا بعدما مكس في المستشفى لمدة 77 يوم لتلقي العلاج إسر الإعلان عن إصابته أواخر ديسمبر الماضي مثلما ذكرنا وكان قد غادر الإعلامي وقل الإبراشي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو طبعا كوفيد 19 وبتشهد الحالة الصحية للإعلامي الكبير حالة من الاستقرار بعد تعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت كمان الصفحة الرسمية للإعلامي وقل الإبراشي أعلنت عن قرب عودته لتقديم برنامج التاسعة المذاع على شاشة التلفزيون المصري وذلك عقب تعافي من فيروس كورونا ومغادرته للمستشفى الجدير بالذكر كمان أن الإعلامي يوسف الحسيني كان وجه طبعا مقدم برنامج التاسعة كان وجه رسالة لمن يشيعون يعني كلام مغلوط بشأن الحالة الصحية للإعلامي والإبراشي قائلا هتستفاد إيه مشيرا إلى أن الحالة الصحية للإبراشي جيدة وبيتواصل معه أصدقاءه وزملائه من خلال المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية ويقوم الإبراشي بالرد على تلك الرسائل والمكالمات الهاتفية في إطار يعني الأصدقاء والزملاء وأيضا المقربين خلوني كمان أقول حضراتكو أن يوسف الحسيني أكد خلال تقديم برنامج التاسعة المزعب تأكيد على القناة الأولى المصرية وقال نصا لسه متصلين دي ورد علينا والحمد لله والشكر لله فل الفل وميت فل واربعة عشر أستاذ وائل فل ده يعني كانت رسالة طبقانة من الإعلامي يوسف الحسيني لكل جمهور ومحبي الإعلامي القدير والإبراشي كمان انتقد العديد من الشخصيات العامة ما يطلق من شائعات على مواقع السوشل ميديا متسائلين عن وجه الاستفادة من كل هذه الشائعات قالوا أنها حاجة مهينة ومؤسفة أنت كده بتضر بني آدم وأسرته والناس اللي بتحبه وبيوتر الشخص نفسه من جانبه كمان أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مفتشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن الحالة الصحية للإعلامي والإبراشي فيه تحسن وقال بيتلقى العلاج وفيه تحسن وإن شاء الله الأمور تسير وتمشي على خير كمان محمد عوض تاج الدين مفتشار السيد الرئيس للشؤون الصحية والوقائية كشف حقيقة دخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد وأكد خلالها على أن ما شهدته الأيام الماضية من زيادة في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا لا تعني دخول مصر في الموجة الرابعة من الوباء هذا التأكيد اللي أكد عليه طبعا دكتور محمد عوض تاج الدين وكمان شدد على أن تلك الزيادة رغم تواصلها بشكل يومي لكنها ليست كبيرة مؤكدا أن هذه الزيادة في أعداد المصابين بالفيروس لا تعني دخول مصر الموجة الرابعة بشكل فعلي موضحا أن شهر يوليو الماضي شهد تسجيل 35 حالة في كثير من الأحيان لكنها وصلت خلال شهر أغسطس إلى قرابة المائة حالة يوميا بتأكيد كمان طلبة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس للشؤون الصحية والوقائية يعني طلبة بتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية لفتن إلى أن دخول بلاده في موجة رابعة أمر متوقع في حال استمرار الحالات بهذه الزيادة التي يتم تسجيلها يوميا خلال الشهر الجاري بكده يعني نكون وصلنا مع حضرككم لنهاية التخطيط بتأكيد كل الأمنيات بالشفاء العاجل للإعلامي القدير وقل الإبراشي إن شاء الله نشوفه قريبا جدا على الشاشة مرة أخرى الشكرا معصور لحضراتكم متابعينا في كل مكان بشكركم شكرا جزيلا ونصيب المتابعة ونشوفكم دايما على خير شكرا لكم وإلى النقاء شكرا لكم